يوم 14 الشهر ده تاريخ مهم جداً في السياسة والاختصاد في مصر لأن في اليوم ده أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم تاريخي وتاريخي هنا ده مش متح يعني ده زم الحكم ده مضمونه أو نتيجته هي تحصين قرارات الخصخصة وبيع أصول الدولة وأي حاجة في السكة ده الحكم ده جيه في وقت مصر فيه بتتباع بالحتة زي ما كل شايف يعني ولسه فيه حتة تانية هتتباع بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد إيه حكاية الحكم ده وإيه خطرته والنتائج المترتبة عليه هيا بنا نشوف الطبيعي في كل بلاد العالم حتى في جمهوريات الموز إن أي حد عاوز يرفع قضية على أي جهة أو شخص فمحدش يقدر يمنعه من بيحصل في دول كتير إن الحق ده يكون شكلي بمعنى إن الدولة تقولك من حقك ترفع القضية وإحنا من حقنا نطرمخ عليها وده اللي كان بيحصل في مصر باستمرار في حاجات وملفات كتير الجديد بقى هو إن النظام قال لك هو إحنا ليه ندوش نفسنا والناس تنكد علينا وتجرسنا وتقول علينا بنبيع البلد فرح زائل المحكمة الدستورية عشان تطلع حكم بيقول خلاص يا جماعة بقى كان فيه خلص ومن هنا ورايح مش من حق حد حتى إنه يرفع قضية بخصوص بيع أي حاجة في البلد وده اللي حصل يوم 14 الشهر ده الخاصة بساطة إن برنامج الخصخاصة والبيع زي ما كلنا عارفين بدأ من التسعينات أيام مبارك ورغم إن البيع ما كانش بالعبث ولا التوغل ولا البلطجة على كل حاجة لدرجة التفكير في بيع قناة السويس إلا إن فيه بعض الوطنيين من طيارات مختلفة رفعوا قضية على حدثة بيع محددة الواقع دي كانت بيع شركة النبارية لإنتاج البذور الشركة القابضة اللي تتبعها شركة النبارية للبذور قررت سنة 99 إنها تبيع كل أسهم الشركة أم مجموعة من الوطنيين رفعوا قضية سنة 2012 قدام القضاء الإداري ضد قرار بيع الشركة وبالمناسبة اللي كان بيشتير الشركة دي السعودية برضو المهم فضلت القضية في المحاكم في القضاء الإداري من 2012 لغاية دلوقتي بس في السكة كده وأثناء نظر القضية حصل الانقلاب وسيسي مسك الحكم الفعلي وجاب عدل منصور منظر كده لمدة سنة وطبعا زي ما حضرتك عارف الرجل عليه للسعودية وغيرها فواتير لازم يسددها من لحظة ما دعموه في الانقلاب والسداد ده عبارة عن المزيد من بيع أصول البلد بس المرة دي بيع كل حاجة وأي حاجة لدرجة التفكير في بيع قناة السويس عشان كده سنة 2014 عدل منصور لما كان رئيس مؤقت طلع قرار بقانون نص فيه على إن محدش من حقه يعترض على أي عقد يعني عملية بيع تكون الحكومة طرف فيه الحكومة أو أي جهاز في الدولة مع أي طرف إلا أطراف العقد نفسه يعني مثلاً لو الحكومة بتبيع حاجة لأي دولة إن شاء الله حتى إسرائيل محدش من حقه يعترض على العقد أو يرفع قضية بخصوصه غير الدولة أو إسرائيل بالشكل ده بقى فيه مشكلة وصدت دعوة المرفوعة ضد بيع شركة النبرية للبذور وهي القرار الجمهوري لطلعها بالتالي بعض المحامين طاعنوا ضد القرار هو كمان راح القضايا الإداري محول الموضوع للمحكمة الدستورية العليا للمفروض إنها أعلى محكمة في مصر وللمفروض إنها الرقيب أو الحارس على مصالح البلد العليا وفضلت القضايا دي في المحاكم لغاية 14 يناير في الشهر اللي إحنا في ده لما المحكمة الدستورية نفسها راح ترشى ميا وقالت للناس اللي رفع القضايا يلا كل واحد يروح يلعب قدام بيتهم بقى ومش من حق أي حد إنه يعترض ومع إن المفروض إن القضاء في أي بلد في العالم ملوش أي دعوة بالسياسة بس حكم الدستورية ده ناقص يحلف طلاق ثلاثة إنه حكم سياسي في فقرة في الحكم محتاجين نقر نصها بتقولك إن الاقتصاد القومي مر بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وحج بكل ما يزعزع الثقة في سلامة البناء الاقتصادي وضمان احترام الدولة لتعاقدتها مما حقق حالة الضرورة لإصدار القرار بقانون المطعون فيه لو تحس إن الحكم مكتوب في مكتب وزير المالية أو السيسي يا عم القاضي أنت إيه علاقتك بالسياسات الاقتصادية أو جذب المستثمرية البديهي هو إن القضاء أي قضاء يعني بيحكم أو بيحط مبادئ قانونية عشان تنظم التعاملات وتحدد الحقوق والواجبات بصرف النظر عن مين اللي هيطلبها وهيطبقها إمتى وإزاي وبعدين الحاجات اللي في منطوق الحكم غريبة الحقيقة يعني مثلاً إيه موضوع زعزعت الثقة في اقتصاد مصر ده حضرتك اللي بيزعزع الثقة هو ديون مصر الكتير قوي اللي فيه كلام بجد في تقارير الدولية إنها ممكن تعجز عن تزددها الديون دي هي اللي عاملة حالة عدم ثقة في اقتصاد مصر وهي اللي خلت منظمات التصنيف الاقتماني الدولية خفضت التصنيف الاقتماني المصر وكلها مجتمع على نظرة سلبية للاقتصاد المصري هتطلعوا بقى حكم يلزم الجهات الدولية إنها ما تتكلمش وحش عن مصر واللي بيزعزع الثقة في اقتصاد مصر هو كلام أحمد موسى وعمر أديب والديهي ولميس اللي ما بيبطلوش تبشير للناس بأيام سعودة جاية لدرجة إن مرتضى منصور نفسه هاجمهم واللي بيزعزع الثقة في اقتصاد مصر هو سجن رجال الأعمال زي صفون سابت اللي قضاء المصر الشامخ حبس وهو ابنه احتياطي لمدة سنتين وفي الآخر ما لقوش حاجة ضده واضطروا وطلعوه عشان يطمنوا المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال الحاجات اللي فاتت دي كلها سياسية المحكمة الدستورية بقى مالها بالسياسة الحاجة الثانية الغريبة واللي بتحلف طلاق ثلاثة كمان إن الحكم ده سياسي هي إن الحكم طالع في الوقت اللي النظام باع فيه وصول مصرية كتير للسعودية والإمارات وغيره والمصريين في العموم معطردين على البعدة وفي الوقت اللي وصل فيه كلام لبيع قناة السويس بالتالي معنى الحكم ده إن لو قناة السويس اتبعت مش من حق أي مصري إنه يعترض مع إن رئيس مجلس النواب نفسه قال قبل كده وقت مناقشة الموضوع إن قناة السويس دي أصل استراتيجي بتاع مصر كلها ومع إن مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق اعترض على بيع القناة وبعد ما تصريحاته اتنشرت اتحزفت حكم الدستورية كمان وده الأخطر جاي في وقت مصر بتستعد فيه لبيع أصول كتير في السكة يعني بناء على قرض صندوق النقد الدولي الجديد ولغادي الوقت ما حدش عارف إيه هي الأصول اللي هتتبعها بالتالي لو اتفاجئنا إن النظام هيباع نحن شخصيا المحكمة الدستورية بتقول إن مش من حقنا نعطرد الحقيقة الحكم الغريب ده بيحطينه على بداية مرحلة جديدة مرحلة بيع البلد فيها محمي بقوة القانون وبعدين لما تحدد مين اللي من حقهم يعترضوا على عقود الدولة اللي هم النظام اللي بيبيع والسعودية والإمارات أو غيرهم اللي بيشتري مين فيهم اللي هيعترض هل النظام هيعترض على البيع وهو اللي بيبيع وهل الإمارات أو السعودية هيعترضوا على بيع حاجة بيشتروها برخص التراب والرخص ده زاد بسبب انخفاض قيمة الجنيه خطورة الحكم ده كمان انه بيقول للناس ان ما فيش امل في ام البلد دي لانك حتى مش هتقدر تلجأ للقضاء لان انت ما عندكش قضاء اصلا عندك قضاء وقدر بس ده غيرين فيه نقطة فنية وقانونية تانية مهمة دلوقتي لو انا مسؤول في شركة او هيئة الحكومة قررت تباعها واكتشفت ان البيع فيه مخالفات قانونية وحبيت اعترض او الجأ للقضاء هل هتعتبروني جزء من الحكومة اللي هي طرف في العقد وبالتالي من حق اعترض ولا هتعتبروني مواطن جربوع مش من حقه يعترض وحاجة كمان مشروع زي بيقى قناة السويس اول ناس اعترضت عليهم نواب في البرلمان فدلوقتي لو النظام بقى القناة والنواب دول قرروا يلجأوا للقضاء هل هتعتبروهم مواطنين جربيع زينا مش من حقهم يعترضوا ولا هتعتبروهم جزء من الدولة لانهم نواب في برلمانها النوقت بقى ان المحكمة الدستورية قالت في الحكم العجيب ده انها مش بتمنع حق الناس في الاعتراض على عمليات البيع او اي عقود الدولة بتعملها بالعكس ده احنا لمواغزة بالنظام مش فاهم انا ايه التنظيم في انك بتحرم الملاك الحقيقي للبلد كلها من انهم يلجأوا للقضاء دفاعا عن حقهم الانكت بقى ان حكم الدستورية متعارض مع تقرير صدر قبل كده عن هيئة المفوضين بتاع نفس المحكمة الدستورية بيقول ان القرار عدلي منصور بتاع 2014 غير دستوري وده بيأكد ان الحكم الاخير ده حكم سياسي ولا له علاقة بأم القانون تقرير المفوضين بتوع المحكمة الدستورية قال ان من ضمن اسباب عدم دستورية قرار عدلي منصور نقطة مهمة جدا وهي ان القرار متوفقش عليه باغلبية تلتين اعضاء مجلس النواب واغلبية التلتين هي المطلوبة لتمرير القوانين وان عدم حصول القرار على اغلبية التلتين خلاه متصادم مع المادة 94 من الدستور اللي بتتكلم عن سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون كمان الحكمة متاع الدستورية ده مخالف لدستور 2014 نفسه اللي المفروض ان هو اللي بترجع له المحكمة الدستورية لانه بيخالف المادة 97 من الدستور واللي بتقولك التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ويحضر تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء يعني باختصار مفيش اي حاجة متحصنة من ان يتطعن عليها وسط القضاء يعني دستور 2014 نفسه الله يرحمه يعني بيحلف طلاق تلاتة ان حكم الدستورية مش دستوري ده غير ان موضوع الحق في التقاضي ده كان اساس لاحكام طلعتها المحكمة الدستورية نفسها قبل كده مضمون الاحكام دي ان محدش من حقه يمنع الناس من رفع اي موضوع للقضاء ومن الاحكام دي حكم اصدارته المحكمة الدستورية سنة 87 وحكم تاني سنة 2018 يعني حكم الدستورية الاخراني ده بيخالف احكام سبقة لنفس ذات المحكمة يعني بالوطنية بالقانون بالدستور حكم المحكمة الدستورية باطلة من جوانب الخطورة كمان في الحكم ده انه لما بيحرم المواطن من الطعن على عقود الدولة او عمليات البيع اللي بتعملها للاصول بيعتبر ضمنيا ان النظام والحكومة هم ملاك البلد في حين ان في كل العالم النظام والحكومة هم ناس شغالين عند الشعب المفروض يعني بيديروا ممتلكات الشعب اللي هي البلد من غير ما يملكوا اصول البلد من المصائب كمان اللي الحكم ده خلها قاعدة دلوقتي انه بيمنع اي دور رقابي على عمليات بيع الاصول اللي بيعملها النظام لان دور الرقابي ده يا اما بتعملوا الاجهزة الرقابية زي جهاز المحاسبات والرقابة الإدارية ودي جزء من الحكومة وبالتالي هتاخد تعليمات انها ما تعترتش يا اما بيعملوا المجتمع المدني والنقابات والناس العادية زي نقابة المحامين مثلا ايه اللي شغلها القانون اصلا وده شيك على بياض من المحكمة الدستورية للنظام انه يبيع على مزاجه طب واحنا ليه خايفين يعني ان النظام يلعب بالحكمة بتاع الدستورية ده لان ببساطة شروط حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي الجديد كلها بتدور حوالين بيع اصول جديدة الصندوق الزم النظام انه يبيع اصول باثنين ونص مليار دولار للسنديق السيادية الخليجية ده بخلاف ان صندوق مصر السيادي بيجاهز دلوقتي خطة لبيع اكتر من اربعين مشروع بهدف انه يلم من وراهم مية واربعين مليار جنيه يعني بالصدفة ابدا ان الحكم ده يطلع دلوقتي بالذات والمؤدهش كمان بخصوص التوقيت انه قبل كده احكام القضاء انقذت شركات كبيرة من البيع برخص التراب زي ما حصل مع شركة عمر فندي وشركة النيل لحلج القطان ايام مبارك وعمليات البيع دي اللي تصدلها ووقف لها ورفع قضايا ضدها كانوا مواطنين عاديين ومحامين ونشطاء فوق كل اللي فاد ده بقى في حاجة كمان بيدمرها حكم الدستورية الاخراني ده وهي الضمير الشعبي والرقابة الشعبية ودي حاجة كانت بتوزن الكفة مع الحكومة والنظام دايما لان بيع الاصول والشركات بيترتب عليه فصل موظفين من الشغل ولعب في المكافآت والمعاشات وحاجات تانية جربناها كتير في مصر وبالحكم ده أصبح مش من حق المواطن إنه يدافع حتى عن نقوة عياله ده غير إن الشركات اللي بتتباعة أرباحها بتتحول بر مصر للجهات والدول اللي اشترتها يعني الاقتصاد بيتحرم من الاستفادة من خيرها ودلوقتي أصبح الحرمان ده متحصن بقوة الخانون وده هيخدنا النقطة جديدة يعني أظن ما بتحصلش ببلد غير مصر وهي إن النظام اللي سياساته الاقتصادية اتسببت في الأزمة واللي طلع من كام يوم في كلية الحربية يقولك إننا حلينا أزمة الدولار ووفرنا هو نفسه في قرارة نفسه مقتنع إن مفيش حل للأزمة بالتالي الحل الوحيد هو إن محدش يتكلم عنها ولا حتى القضاء وهنا بقى بتتجمع خيوطه المصيبة الأكبر وهي إن الحكم ده اعتراف بكذب النظام وإن الأزمة ملهاش حل وإن المواطن هيفضل يدفع التمن حتى أجل غير مسمى ونشوفكم على خير إن شاء الله اشتركوا في القناة